لأول مرة وبشكل غير مسبوق تعترف إسرائيل رسمياً وعلى لسان رافئتان وزير سابق ورجل مساد سابق ومستشار خاص لرئيس الوزراء مناحم بيغين أنه بنفسه أشرف على عمليات الحفر من تحت المسجد الأقصى بغية إيجاد أساسات الهيكل الذي بناه الملك هيرودوس وذلك حسب تعليمات من رئيس الوزراء أنذاك مناحم بيغين لقد اكتشفنا فتحة بئر ما رقمها 30 هناك بئران أحدهما رقمه 30 وآخر رقمه 1 وأنا كنت في الاثنين وهما يلتقيان في نقطة معينة عندما كان الهيكل قائماً التقينا في نقطة تسمى المركز والتي شكلت المركز اللوجستي للهيكل في زمن البيت الثاني أي فترة الملك هيرودوس يأتي حديث رفي إيتان هذا ليؤكد أن إسرائيل نوت في حينه على الأقل الكشف عن أثريات من تحت المسجد الأقصى تثبت حسب أقوالهم أن الهيكل الثاني بني هناك وهم وبحسب أقوال إيتان الذي شارك في الحفريات بنفسه وجدوا دلائل على ذلك لقد استمرنا في الحفريات لكننا كشفنا عن كل أساسات بيت المقدس الذي بناه هيرودوس وبدأنا بالحفريات من أجل إيجاد الأساسات لهيكل هيرودوس ولكن رئيس البلدية أنذاك أوقف أعمال الحفر وقال لا نريد المسة بشعور المسلمين الحفريات في حينه توقفت وذلك لعدم المس بمشاعر المسلمين كما يقولون ولكن يبقى السؤال هل استمرت إسرائيل بالحفر سرا من تحت المسجد الأقصى كما فعلت آنذاك؟ سؤال جدير بالمتابعة مجد الحلبي MTV